عدتم من الجحيم إلى الجنة أنصح التعبير يعني رجاء البيضاء بعد كبوة حرية كوناكري كانوا يعول كثيراً صحيح على دور أبطال أفريقيا ولكن حدثت الكبوة التي لم تكن في الحسبان في مركز الثاني عشر على ما أعتقد لقاءات مؤجلة بالجملة ونرى كيف هذه اللقاءات أنهكت الدفاع الحسن الجديد وكان قد يكون منافساً على اللقب لو لا المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي والخروج برأس مرفوع أمام الأهلي كيف تمكن الرجاء من العودة إلى السباق سباق البطولة أين تكمن كلمة السر هل في الجهاز الفني في اللاعبين وإيمانهم وقدراتهم بالجماهير التي تذهب أين محل الفريق وارتحال بالمكتب المستير ربما والتحفيزات المالية أم في كل ما ذكر أكيد بأن المجموعة هي نفسها التي أبهرت العالم في كأس العالم للأندية التركيز دينا كان مو شتت شيئاً ما ما رجعناش الأرض الواقع ما نسينا الأجواء دي البطولة وجاء الإقصاء جاء الإقصاء في عصبة الأبطال كان إقصاء مر يعني يخلى واحد المعرارة كبيرة عن جميع مكونات الفريق وما ربما ضراتي النافع من بعدد الإقصاء يعني الجامعة الجندة عرف بأن ما بقلناش شيء شيء وجهة اللي عبوا عليها مغير البطولة ونحافظوا على اللقاب دينا الجامعة الجندة وشفتوا بأننا درنا واحد إياب استثنائي عشر انتصارات تعادلين وهزيمة مفاجئة في فسلاة إذن أظن بأننا جمعنا أكبر عدد من النقاط في الإياب اللي مكنا بعد ما كنا في الرطبة 12 هذي شهر ونصف دباء على بعد ثلاث نقاط من المنتصدر هذا مصار جيد طيب الحضود وافرة باش نحافظوا على اللقاب اشتركوا في القناة